اجتمع وزير الداخلية محمود توفيق مع مساعد الوزير عدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطة تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ اجتمع السيد محمود توفيق وزير الداخلية مع مساعد الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطة دأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في بداية الاجتماع أعرب السيد وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبدلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات مشيرا سيادته إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعضة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التمونية واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم وتابع السيد الوزير عبر الفيديو كونفرانس محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ موجها سيادته على ضرورة التواجد الأمني الميداني في إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل فضلا عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني وفي نهاية الاجتماع أكد السيد وزير الداخلية على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقاته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام المكلة إليهم